السلام عليكم الابنات ان شاء الله تكونوا بألف خير اليوم ان شاء الله نحن نعمل وصفة ما بعد لحلوة محشية بحشو بزاف ابنين وطريقتها يعني جد سهلة ومقادير جد بسيطة ودوق ولا ارواح كبير من بداول الفيديوهات اليوم لا تنساوش تشجعوني بلا لايكتاكم ولكن اول مرة تشوفوا القناة لا تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس بشيء لكم جديد الفيديوهات بسم الله نبدأ في الوصفة لهاد الوصفة نحتاج 125 غرام زبدة طارية بدرجة حرار الغرفة دائما تحضروا الوصفة لهاد الوصفة لكم من قبل ونحتاج هنا نصف كأس سكر ناعم ناقص اسبوع ملعقة كبيرة مملوئة جيدا كاكا ومر حبا بيت و250 غرامة او دقيق الابيض مهمة لحسب العجينة راح تجينا زوج كيسان وربع او دخلت لها قادر ادخلكم اكثر او الاقل وملعقة كبيرة سوف نحضر لكم رابط الوصفة على البخالة حيث هو سهل بزا فقط بالكوكو ونعطيكم بعض النصائح حيث نجحوه فيه هو قادر يخرج الامام ونحبش نكتر على الروبوت سوف نعمل مع بعض الزبدة والسكر نخلطه مع بعض حتى نتحصله على مزيج كريمي وبالنسبة الوصفة على البخالة سوف نحضر لكم الرابط في الوصفة المقبلة لا يخرج لي بها الطريقة لان الروبوت لا يوجد قوية ومع ذلك نخدم به يعطي نفس الدوق المهم تتحصله على عجينة تكون نوعا ما متماسكة ثم توقفوا ومع ذلك ومع ذلك سوف نشرح لكم بالنسبة للبخالة لا نتحنه في نهر واحد نقعد عليها في يومين كل مرة قليلا لكي لا يخرج الروبوت يعني يحتاج طويل في التحن وهنا نزيد البخالة والكاكاو وتقدروا تحتفظوا به في التلاجة وتجعلوا به الكريمة وتجعلوا به بيسكوط يعني يعطي تدوق بالزفنين لكل حاجة ونزيد الكاس الأول زعاد دقيق وننخلط في الأول هكذا وندخل في العلاجة ومن بعد نكمل بالأيادي زدت هنا كين بدا نزيد في الكاس الثاني ونزيد بالعقل يعني ما نزيدوش مرة واحدة ونخلطوه بالأصابع يعني عجينة كما هاد العجينة ما تنعجنش يعني مصد الكواش فقط تموها بالأصابع حتى نتحصله على عجينة تكون طرية ما تكونش طرية كاملة يعني ستلاسق وما تكونش يابسا كما هكم شوفو بهاد القوام نغطيها بالبلاستيك ونخليها في الثلاجة حتى نريد نخدم بيها مشو نحضر الحشو الحشو نحتاج نصق كاستا كوكا ومحمص ملاح ومطحون نصق بيسكوط بيسكوط يعني ما فيش كريمة بيسكوط سامبل بيسكوط الشاي بيسكوط وملعقة كبيرة على البخالة ندخل على البخالة مع الكوكا والبسكوط بيسكوط هذه البخالة يعطي واحد دوقي قوي ما تعرف كرامل يعني بين الكوكا يعني بين الكوكا يعني بين الكوكا يعني بين كونتيتي كبيرة ونحتاج وجمع الكوكا مهم زيدوها بالسياس حتى نجمع لكم الحشو التاكم وتوليد خضروت شكلوه يعني سنشموه كما تنشوفو هكذا تقوروه هذا ما كان تعمله شجاري ومدنا عمروشتينك ناشف هذا ما كان ونبدأ ونشكلوه وفي الحلوات تعنانا انا جبت هاد القواليب سيليكون مهمتما تنشموه اي قواليب والحجم على العجين والحشو على حسب انا تقريبا انا عملت 10 قرام في العجينة وحاك ديكوه ستاولة سبعة قرام للحشو مهمش يدرر الميزان هنا يكون ميزانكم على حسب المول انا المول عندي شوية صغير كبير فجربوا الحبة اللوله وشوفو شحال يدخل لكم على حسبها زيدوا ولا نقصوا اني منظنش منتعامل المول صغير من هاتش لانه هذا بريمون صغير وكما تشوفو كتحطوه لداخل هكذا بالأصابات سوووه باش يأخذ الشكل نقمل كامل الحبات وعود نولي لكم وهكذا بعد ما شكلتهم كامل نقلبهم هنا في البابي كويسون ندخلهم يطيبوا على فرن مسخن على 180 درجة كل الحبات يحكموا نحلهم الموت على السيليكون وخللهم ايضا فقط يأخذوا صفورية في الجوانب الملفوخ هذا ما كمشيت حمروغة صفورية وبعد ما يبردوا هنا الشوكولاتي تقريبا عندي 300 قرمت على الشوكولات ستلهادو جمالة كبارت على الزيت بشتولي لي خفيفة و بريانت يعني ما تكون شتقيلة بشتقيلة في الغلاسات احسن دائما تخفوها والشوكولات بالحليب تجمو تزيدوا لها الزيت لا تخافوش وحتى الشوكولات يعني تجمو تزيدوا لها بشتلونها بالملوين العادي ان شاء الله كاش نهار نعملكم فيديو كيف شتلون الشوكولات البيضة وبيضون ملوين الخاص بيها وفتل يعني مثل بخطوط على الشوكولات يعني هذك يعني تزيين كل واحد وكيف تحب تحطو عليها بوروت وتحبو تعمل شوكولات مثلا بيضة كمشتوها من الداخل يعني تجي حلوة خفيفة ومحشية من الداخل وتقطع يعني تقطع كمية كبيرة تشوفوا بعين نفسيني وذلك تبسيط عينك وعملك دبلتها هذك الموتع سيليكون نتمنى تكون عجبتكم لها فيديو على اليوم الى عجبتكم لها فيديو لا تنسى جونيب لايكتاكم ولا اول مرة تشوفوا القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لها فيديو جديد انشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة